ومن تقول للفاتحة إلى روح أم البنين قام يهزئ موجودين أو لا موجودين أو لا ما معنى أن تكون عالما ما معنى أن تكون عالما ما معنى أن تكون متفقها في الدين ما معنى أن تعطي كل عمرك في التحصيل العلمي ومن تجي إلى مقام من المقامات والله يعني عاطين أم البنين وايد أمور يعني مشروع عظيم عاطين أم البنين ليش عاطينها نقول لها أنت عالم قال لي عالم ما يحتاج يقول لها أنه عالم عالم يدرس العلم عقود وخليها قرون بعد يجي تقول ليه في القرآن عندنا أكو في القرآن عندنا عموم الذكر شنو عموم الذكر شوف الله شنو يقول في سورة مريم ماذا يقول واذكر في الكتاب مريم لو لا ذكر لو مذكر عموم ذكر لو لا زين كافها يا عينصار ذكر رحمة ربك عبده زكريا فاذكروني لو لم يكن عندنا من دليل في أم البنين وفي القيام بأم البنين وبالرموز المعروفة غير المعصومين الاربعة عشر عليهم السلام إلا عموم الذكر في القرآن دليل على إقامتنا تقدر تخالفنا يلا أطنا دليل دليل ضد هذا الدليل ضد هذا الدليل ووالله لا تملكه من وين يدخلون لها يدخلون لها من الجانب يعني هي أفضل من فاطمة الزهراء حتى يصير له هي مجانس فاطمة شوف وين يدخل شوف وين يدخل له مثل ما يدخل هذا يقول هاي المضيفات وهذا الطعام وهذا طبعا الإطعام من الشعائر الإطعام من الشعائر وورد فيه النصوص والإمام الباكر ذكر أيضا يقول هذا الإطعام ليش انتون يسوونه اتبرعوا به على الفقارة شي دخل قضية الفقارة أو ايجي يقول شنو هذا إنسان ما يصلي بتنفع الدمعة يقول لا ايه تنفع الدمعة شنو فائدة عزائك ولطمك وبكاءك وحضورك في الماتم إذا أنت مضيع الصلاة أو إذا وإذا مشعيرة تهذبت رجعة إلى الصلاة ليش اتدخل العزاء في القضية ليش اتدخل الإطعام في القضية شوف هذه أبواب الشيطان أبواب الشيطان احنا نقول احنا على منبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما حيينا وما عدنا نفس رح ندافع عن الشعائر ما حيينا والله يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة شكرا شكرا